السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين ومتابعي قناة الفيزياء التعليمية في حلقة جديدة من حلقات فكر فيزيائية ولدينا سؤال اليوم هو سؤال عبارة عن أنبوبة وهذه الأنبوبة يتدفق فيها الماء في هذا الاتجاه طيب الآن الغريب في الموضوع هذا أنه أنا في عندي مساحات مقطع مختلفة فمثلا الماء جاي هنا من مساحة مقطع كبيرة دخل على مساحة مقطع صغيرة ثم انتقل إلى مساحة مقطع أكبر وجده هنا أنا عندي فتحة وعندي هنا فتحة أخرى الآن السؤال هو ببساطة وين حيكون اتجاه الماء في الفرع السفلي من الأنبوبة يعني في التفرع هذا هل الماء حيكون في اتجاه اليمين مع الساهم الأحمر أم حيكون في اتجاه اليسار مع الساهم الأخضر طبعا ما تحكمش عن موضوع هذا بخبرتك في الكهربية أو التيار الكهربية لأنه الموضوع هنا بيختلف تماما عن موضوع التيار الكهربية فمثلا ما تجيش تقول والله انه طالما التيار ببرم بهذا الشكل فهيتفرع إلى فرعين وحيكمل في هذا الاتجاه ويطلع بهذا الشكل ويكمل في هذا الاتجاه الموضوع هنا بيختلف تماما عن موضوع اللي هو اتناولناه في مواضيع التيار الكهربية والدوائل التالي الكهربية لأنه أنا بتكلم هنا عن مفاهيم جديدة هذه المفاهيم الجديدة بدأتربط ما بين مساحة المقطع وسرعة التدفق المائع وأيضا الضغط فهدولة التلاتة كيف برطبته مع بعض هم اللي هيحكمولي على الموضوع وإحنا بنعرف أنه أي تدفق للماء هو بيكون من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض هذا هو اللي بيشكل لك وسيلة تحريك أو وسيلة طاقة لدفع الماء فدائما الماء بيتدفق في اتجاه من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض وبالتالي عشان تحكم على موضوع من وين بد يروح الماء في الفرع اللي في الأسفل هنا هل هذا الضغط هل هذا الضغط هاي ولا منخفض لو إذا كان هاي أو لو فبتقدر تعرف هل حيتدفق في تجاه اليمين والشمل طبعا الموضوع هذا مهم جدا لأنه كثير جدا في حياتنا اليومية مثلا عندي أنا تمديدات شبكات مية تمديدات شبكات صرف صحي بيتواجد فيها مثل هذا النظام كذلك لو دخلت على جسم الإنسان القلب بيضخ الدم في الشرايين وبعدين بتتفرع الدم من الشرايين إلى الأوردة ومن الأوردة إلى الشعيرات الدموية وكل هذه عبارة عن تطبيق مباشر على الموضوع هذا فكيف بده يتحرك الدم في داخل الأنابيب أو الشعيرات أو الأوردة هو من خلال وين الضغط بيكون منخفض فبيروح في اتجاهه الآن خلينا نستعين بجزء مبسط من الشكل السابق وفي هذا الجزء المبسط أنا اخترت مساحة مقطع A1 كبيرة وأنبوبة ممتدة إلى أنبوبة مساحة مقطعها A2 صغيرة وهنا بدي أعطي للسكشن هذا اللي هو على اليسار بدي أعطي له رقم واحد واللي على اليمين بدي أعطي له رقم اتنين وزي ما أنتم بتلاحظ هنا أنه أول شيء بتحكم على الموضوع هذا أنه A1 أكبر من A2 طيب الآن بدي أسألك سؤال ماذا عن V1 إيش علاقته مع V2 هذا الشيء الشيء التالي بدي أسألك كمان إيش علاقة B1 مع B2 طبعا هتقول لي إيش هي V1 V1 هي سرعة الماء في هذا المقطع و V2 هي سرعة الماء في المقطع التالي وماذا عن B1 بواحد والضغط الماء في المنطقة هذي وضغط الماء في المنطقة هاي طبعا عشان نحكم على النظر هذا في أنا عندي مبدأين أساسيين في اللي هو ميكانيكا الموائع المبدأ الأول هو مبدأ الاستمرارية والمبدأ التاني هو مبدأ برنولي فعشان أعرف علاقة التغير في المساحة مع السرعة بدنا نلجأ إلى معادلة الاستمرارية ومعادلة الاستمرارية ببساطة اش بتقولك بتقولك أنه طالما أنه السائل لا يمكن انضغطه ولا يمكن أن يتغير فكمية الماء اللي داخله بتساوي كمية الماء اللي طالع فكمية الماء اللي جاية أو اللي دافلة على الأنبوبة هذه اللي هي كيو واحد لازم تساوي كمية الماء اللي جاية بين في اتنين وبالتالي لو أنا بتكلم على كمية الماء كيف بدأ حسب كمية الماء هو ببساطة بنحسبها من خلال معدل التدفق بالنسبة للزمن أي أكم لتر بضخ أنا في الثانية أي معدل تغير الحجم بالنسبة للزمن فطبعا لو أنا جيت أخذت من مساحة المقطع الكبيرة هذه في خلال الثانية الماء تدفق خلينا نقول المسافة هذه وبالتالي هذا الحجم الذي تدفق هذا الحجم الذي تدفق تدفقها وفي خلال فترة زمنية مقدارها كي بتساوي واحد سكن طيب على الأنبوبة الثانية الحجم هذا كله حيتدفق على مسافة أيش على مسافة أكبر هذه المسافة هنقول اللي هي عبارة عن تي تساوي برضو واحد الزمن ما تغيرش فالمية هنا قطعت مشوار اسمو هنعتبر اكس وان وهنا حتكون قطعت مسافة اكس تو لكن القاسم المشترك بين التنين إنه الحجم هذا الحجم اللي الموجود هنا الفوليوم اللي موجود هنا يساوي الفوليوم اللي موجود هنا طيب هذا الكلام بيقودنا على إنه اللي كيو نفسه لكمية الماء هي عبارة عن هيش كمية الماء هي عبارة عن زي ما قلت لك اللي هي عبارة عن الفوليوم وحعطيها رقم واحد على الزمن تي ومش حعطي له رقم واحد إنه الزمن متساوي في الجهتين هيساوي كمية الفوليوم أو كمية العجم الماء في المقطع التاني اللي هو فوليوم الثنين على الزمن تي طيب الحجم بنقدر نحسب ولا بنقدر إيش أو بنقدر نحسبه كيف بنحسبه مساحة المقطع مساحة المقطع اي وان في المسافة اللي هي اكس وان إذن هي عبارة عن اي وان في اكس وان مقسوم على مين مقسوم على الزمن إيش هتساوي هتساوي برضو مساحة المقطع اللي هي حتكون A2 في الحالة هذه هذه هي A2 مضروبة في المسافة X2 اللي هي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هي A2 مضروبة في X2 على الزمن اللي هو T طيب الآن بكل بساطة حتقول المسافة على الزمن والمسافة على الزمن هي إلا السرعة إذن حتصير A1 في V1 حتساوي A2 في V2 وهذه أول معادلة احنا اشتقناها اللي هي مبدأ الاستمرارية وهذه يسميها معادلة الاستمرارية طيب معادلة الاستمرارية ايش بتقول لي بتقول لي لما بتكون مساحة المقطع A1 كبيرة فالسرعة بدأت انخفض عشان تضلها مساوية لمين ل A2 لصغيرة فV2 حتكبر إذن دائماً وابداً العلاق ما بين A1 ومساحة المقاطع الربيب إنه السرعات بتكون متناسبة عكسية إذن أنا أول شغلة باستنتجها هنا إنه طالما A1 طالما A1 أكبر من A2 فإذن V1 هتكون أصغر من V2 طيب إيش بالنسبة للضغط بالنسبة للضغط هنجي نستعين بمعادلة تانية وهنجمع المعلومات دي كلها مع بعض المعادلة التالية إيش بتقول لها اللي هي لو أنا اعتبرت إنه الضغط هنا B1 وهنا الضغط B2 فأنا عندي معادلة مهمة جداً في ميكانيكا المواقع اللي هي معادلة برنولي معادلة برنولي إيش بنقول بتقول لو أنا جيت أخدت مساحات مقاطع مختلفة أو نخاط مختلفة في المائع فيجب أن تتساوى كل من الضغط زائد اللي هو كثافة طاقت الحركة تربيع اللي هو نص رو V تربيع زائد كثافة طاقت الوضع اللي هي رو في جي فئات شهد بالساوي كونستند معناته لو أنت جيت عند النقطة هذه اللي عند مساحة المقطع الكبيرة والنقطة هذه عند مساحة المقطع الصغيرة فكل من بي واحد ونص رو V واحد ورو جي اتش واحد يجب أن تساوي بي تنين زائد نص رو V تنين زائد رو في جي في اتش اتش اتنين ولكن لأنه أنا بتكلم على أمبوبة أفقية فش فيها صعود أو هبوط يعني كلها على مرتفاع مستوى واحد فالحد اللي هو رو جي اتش هذي بتروح فهذه بتقول اتش واحدة فبتروح على طرفي المعادلة فبيضل معنا العلاقة التالية إيش العلاقة التالية بتقول إنه بي واحد زائد نص رو V واحد تربيع بدأ تساوي بي اتنين زائد نص رو V اتنين تربيع معنى هذا الكلام إنه دائماً وأبداً الضغط زائد ضغط الحركة بساوي في كل مقاطع السلك متساوي وبالتالي لما بيكون هنا الضغط كبير فالسرعة حتقل يعني إذا لما بتكون البرشار لما بيزيد البرشار إيش بدو يصير للسرعة السرعة بدها تنخفض لما بنخفض الضغط السرعة إيش بيصير لها بتزيد عشان يتعوض عشان يضلهم التنين إيش في نفس اللي هو الكونسطن يعني إما بحيصير حاصل جمع الضغط زائد كثفت الحركة والضغط زائد كثفت الحركة في كل أنحاء السائل بتكون إيش كونساً فبنستنتج من ذلك إنه هنا سرعة اللي هو V اتنين هنا إيش العلاقات اللي صارت معايا العلاقات اللي صارت معايا عشان نجمعها مع بعض إنه A واحد أكبر من A اتنين واستنتجنا أيضاً إنه V واحد أصغر من V اتنين و V واحد أكبر من V اتنين لما بتكون السرعة كبيرة فالضغط إيش بيكون أقل طيب خليني نسجع هذا كلام ونشوف إيش تطبيقه على الموضوع تابعنا خليني يجي للموضوع تابعنا نرجع لسؤالنا الآن ونشوف كيف بدنا نحطم على الموضوع زي ما قلنا إنه أنا في عندي هنا مساحات مقطع مختلفة فخليني أجي أرسم وين مساحة المقطع الأولى هاي المساحة المقطع الأولى وهذه مساحة المقطع التابع إذن أنا في عندي الآن منطقتين هادي المنطقة رقم واحد وهادي المنطقة رقم اتنين وكل منطقة من هاي المناطق إلها مساحة مقطع وإلها Velocity وإلها ضغط فعشان أحكم على الموضوع هل الماء حيتضفق في تجاه السهم الأحمر وسهم الأخضر بدي أعرف عند المنطقة هادي إيش بيكون الضغط وعند المنطقة هادي إيش بيكون الضغط طيب احنا وصلنا باستنتجاتنا السابقة الى انه انه اه هادي اي وان الان احنا انا عاد عكسة التصميم تبع الانبوبة اللي ضربناها تو في حالة اشتقاق المثال ففي حالة اشتقاق القوانين فكانت اي وان الان ايش وضعها اصغر من اي تو اي وان اصغر من اي تو طيب معناته انه في وان حتكون اكبر من ايش من في تو معناته السرعة التدفق الماء هنا انه السرعة هنا هنا كبيرة حينتج عن ذلك انه الضغط بنعلى خانون برنولي الضغط اش هيكون قليل اذا انا في الحالة هادي بستنتج انه بي وان اصغر من مين من بي تو وبالتالي المنطقة هادي المنطقة هادي هتكون هايكون هنا عند هالضغط ايش هحطيها الرمز ان اللي هو لو براشر اما بالنسبة للمنطقة هادي ايش هيكون هاي براشر وهيك انت بكل بساطة ايش بتقدر تقول انه يتدفق الماء في الفرع الفرعي الانبوبة في اتجاه من اليمين الى اليسار لانه دائما وابدا تدفق المائع بيكون من الهاي براشر الى اللو براشر اذا لو ايجيت انت تيجي تحكم على السؤال هذا وبدأت تختار الاجابة الصحيحة تبعتك هتقول هو في اتجاه السهم الاخضر وتبريرك في ذلك انه انا استنتجت او احنا استنتجنا مع بعض انه انا في عندي هنا هاي براشر نتيجة لانه تدفق المائع هنا اقل من تدفق المائع في الوسط المنطقة هاي وهيك انت بتكون ربطت الكثير من المشاهدات الواقعية في حياتنا العملية في قوانين انت درستها في المدرسة او في الجامعة اللي هو قانون برنولي وقانون الاستمراري بديك الان نتركز على السؤال هذا واكيد هتقدر تعرف جاو عليه بديك الان تطلع على هذا السؤال وطبعا هذا السؤال بيدعوك الى انه انت دائما وابدا لما بتجيب تطلع على اي شيء في الطبيعة لازم تحاول تفسره وتبرره فانا وانت شوفت ترعيط مية ويتدفق الماء في هذا الاتجاه فما تستغربش لما تلاقي انه تدفق الماء في هذا الاتجاه واسأل حالك ايش السبب في ذلك هتجد انه فعلا الماء حيكون هنا هذه المنطقة حتكون هنا هاي وهنا حتكون البرشر هنا حيكون لو فالماء حيضطر انه يتدفق في هذا الاتجاه وطبعا هذا ممكن انت قابل ترعة مية فيها تفرعات او مجرى مائي او مصاب مائي فتأمل في طبيعة وكيف بتصرف وحاول تربطها مع قوانين الفيزياء لانت درستها وهذا طبعا بفتح بصلتنا الى حب الفيزياء اكتر والتعمل فيها اكتر وربطها مع الحياة الواقعية وحتى نلتقي في سؤال اخر استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة